يعني كما هي العادة اليوم جمعة وبالتالي كان هناك تسعيد عند أبواب المنطقة الخضراء بالتحديد عند بوابتين التخطيط وأيضا المعلق المتظاهرين اليوم ثنوا على عمل المحكمة الاتحادية وأيضا طالبوا بضرورة العاد والفرج اليدوي الشامل والابتعاد عن الضغوطات التي تحدثوا عنها تحدثوا عن ضغوطات خارجية تمارس على المحكمة الاتحادية بانتظار قرار نهائي بات بشأن هذا الموضوع ممكن أن ينهي هذه الأزمة وهذه الاحتجاجات خلال الفترة القريبة القادمة إضافة إلى ذلك تحدثوا أيضا عن ضرورة الكشف عن قتلة المتظاهرين الذين سقطوا عند أبواب الخضراء قبل عدة سابيع بالتالي هذه الاحتجاجات مستمرة كما تحدثوا في حال عدم حدوث أي جديد وبانتظار ما ستقول إليه الأمور بما يخص المحكمة الاتحادية أيضا في الجانب الثاني لا تزال الأمور السياسية الكتلة السياسية تتباحث فيما بينها للوصول إلى الكتلة الأكبر قبل إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج النهائية هذه المفاوضات يرى مراقبين ومتابعين للشن السياسي ممكن أن تهدأ الأمور وبالتالي الكل ينتظر قرار المحكمة الاتحادية في الثاني والعشرين من هذا الشهر ومن المتوقع أيضا هذه الجلسة أن تؤجل إلى جلسة أخرى ربما تكون بداية العام المقبل وبالتالي الأمور ذاهبة إلى وقت طويل حتى مشألة تشكيل الكتلة الأكبر والخلافات بين الكتلة السياسية لا تزال مستمرة إلى غاية اللحظة أما فيما يخص المحتجين عند أبواب الخضراء يتحدثون أنهم مستمرين اعتصاماتهم أيضا يتحدثون أنها مستمرة بانتظار قرار ينصفهم من المحكمة الاتحادية طيب زميلي عبد الكريم بحكم قربك من المتظاهرين هل لديهم ربما أمل في أن تكون نتائج نتائج المحكمة منصفة بحقهم تحدثوا أنهم قدموا أكثر من دليل إلى المحكمة الاتحادية أيضا محامي الإطار التنسيق محمد ساعدي تحدث أيضا لقناة الفلوجة أنه في الجلسة الأخيرة قدم أكثر من 70 دليل وفي الجلسة القادمة في 22 من هذا الشهر ستكون هناك أدلة جديدة تقدم إلى المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات بالتالي بالتزامن مع هذا الكلام بالتزامن مع كتلة الفتح وأيضا محامي الفتح يتحدث عن أدلة جديدة تقدم إلى المحكمة الاتحادية في الشارع العراق وبالنسبة للمعترضين على النتائج تكون ما لهم أكبر خلال الفترة القادمة بالتالي مع كل هذه الأدلة ومع كل هذا الحديث يتحدثون أنه في أسوأ الأمور يجب أن يعاد عدو فرز يدوي شامل بل بعض منهم تحدث عن ضرورة إلغاء الانتخابات برمتها بالتالي التوقعات إلى غاية الآن تشير بعض المصادر للقناة الفلوجة يتحدثون أنه سيكون قرار المحكمة الاتحادية عادة عدو فرز عدد من الصناديق في عدد من المحافظات ربما تصل إلى 20% من صناديق الاقتراع الكلي يعني من نتائج الاقتراع وصناديق الاقتراع الكلي فيما يخص على العراق بالشكل عام وربما يكون هناك عدو فرز شامل بالتالي خيارين يتحدثون عنه مقربين من الإطار التنسيقي أنه العدو الفرز الشامل أو عادة 20% من صناديق الاقتراع طيب زميل عبد الكريم وفرز يكون غير شامل هذا فيما تعلق بالانتخابات هناك نقطة مهمة فيما تعلق بالملفات العاليقة شاهدنا في الخبر السابق تحدثنا عن ربما ما طالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين هل سيكتفون المتظاهرون الذين خرجوا اليوم بنتائج المحكمة الاتحادية فقط نتائج الانتخابات الشق المتعلق بالانتخابات فقط يعني بالتالي مخرجهم الرئيسي كان هو من أجل أن يخرج من أجل أن تكون هناك أنصاف بما يخص نتائج الانتخابات بعدها تطور الموضوع إلى ضرورة الكشف عن قتلة المتظاهرين اليوم مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات الكثير منهم يتحدث عن أن هناك سيكون انسحاب من بوابات المنطقة الحضراء وبالتالي يكون الوقت كافي أيضا للكشف عن قتلة المتظاهرين اللجنة المعنية عن ذلك ولازالت مستمرة بالتحقيقات للكشف عن من كان يقف وراء هذا الموضوع بالتالي العنصر الرئيسي والمطلب الرئيسي في هذا الجانب وخلال هذه الفترة هو موضوع نتائج الانتخابات وضرورة إعادة العدوى الفرز الشامل لجميع سناديق الاقتراع هو المطلب الرئيسي وبالتالي التصعيد عند أبواب الخضراء أو التخفيض من حدتها مرتبط بصورة مباشرة بنتائج الانتخابات نعم شكرا لك جزيلا علي عبدالكريم مرسل الفلوجة كنت معنا مباشرة من بغداد ترجمة نانسي قنقر